أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستثمار والناس على شاشة قناة الصحة والجمال تحدثنا في الحلقة السابقة يعني عن دور لعب برنامج الاستثمار والناس بالنسبة للرسالة التي يعني موجهة من فقامة الرئيس المشير الفتاح السيسي لرجال الأعمال ويعني الحلقة السابقة يعني كان فيه سمار بالنسبة لاستجابة جمعية المستثمرين برئاس الدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر بحيث أنه استجاب فوراً للمشاركة في هذه المشروعات اللي نوع عنها فقامة الرئيس الفتاح السيسي وأيضاً يعني الرجل كان له بعض الرسائل يعني رسالة كانت موجهة بالنسبة لوزارة الاتصالات بحيث أنها توفر له قاعدة البيانات أيضاً الرسالة كانت موجهة بالنسبة للجمعية المستثمرين بالنسبة للمشاكل أو المعقاط اللي هي بتقابلهم كانت موجهة أيضاً لوزيرة الصناعة والتجارة وأيضاً كانت هناك مدخلات لوكيل الوزارة يعني بالنسبة للأمانة العامة لستة أكتوبر اليوم نتحدث في هذه الحلقة عن شيء مهم جداً وشيء لا يقل أهمية عن حلقة الأمس نحن نوهنا أن هذا البرنامج اقتصادي والاقتصاد منوط بكل شؤون المجتمع النهاردة معنا ضيوف أعزاء نرحب بيهم معنا يعني دكتور علاء العيسوي محاسب قانوني وخبير ضرايب معنا أيضاً الأستاذ الفاضل محمد وهبة محاسب قانوني أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في برنامجكم الاستثمار والناس طبعاً حلقة النهاردة يعني هنقش فيها يعني السياسات الضريبية والقوانين مع يعني خبراء الضرائي في إطار الدولة لاحق وإحنا بنقول الدولة لاحق في زيادة إيراداتها ونحن أيضاً من خلال هذا البرنامج الاقتصادي نلعب دولة في إزاي نزود إيرادات الدولة لكن أيضاً إذا كانت الدولة لاحقوق عليها التزامات الالتزام اللي موجود بحق الممولين وأيضاً حق المستثمرين في أن احنا نتبنى قضاياهم وأيضاً حل مشاكلهم أهلاً وسهلاً دكتور علاء شرفتنا أهلاً وسهلاً محمد بي شرفتنا يعني حضراتكم طبعاً يعني أنتم خبراء للضرائي وأيضاً يعني في هذه الحلقة يعني اللي بيشاهدونها يعني هذه الحلقة يعني أعتقد أن الرئيس السيسي وجميع الوزراء سواء كانوا في الحقائب الاقتصادية أو غيرها بيشاهدوا هذا البرنامج المهم جداً وأنتم أيضاً كخبراء في الضرائي شرقاء للدولة المصرية بأفقاركم باقتراحاتكم وأيضاً الدولة منوطة أن تسمع منكم سواء كانت اقتراحاتكم أو أيضاً إذا كانت في مشاكل أو معوقات نحاول قدر الساعة مصلحة الدرائيب أيضاً سمعنا معالي الوزير المالية أيضاً سمعنا فلازم نزيل هذه المعوقات عشان أنتم طرف من أطراف المعادلة في مناطين بزيادة إرادات الدولة فبالتالي الدولة أيضاً منوطة بأنها تشوف هل السياسات الضربية الموجودة والقوانين دي فعلاً مناسبة على أرض الواقع يعني كان فيه اجتماعات قبل ما نعمل مشروع قوانيون ومجلس النواب يقرر هذا القانون أم يعني حصل نوع من التجاهل في الجزء الموجود نحن لسنا ضد أي سياسات ضربية لكن أيضاً أنتم كخبراء في الضرائب منطين لكم رؤية ولكم اقتراحات ومن حقكم إذا كان فيه قانون تم إقراره فالقانون ليس يعني شيء مقدس ممكن تعديله إن كان ده في مصلحة دولة المصرية في زيادة إراداتها وأيضاً في مصلحة الضيوف وأنتم مقلاء عن المولين أو المستثمرين طبعاً في بداية الحديث مع ليك دكتور علاء يعني العالم كله يعني اتأثر فعلاً بسبب ظروف انتشار وأباء فيروس كورونا وأيضاً الدولة المصرية تأثرت وأنتم كمحاسبين قانونيين وقلاء عن هؤلاء المولين وقلاء أيضاً وأماناء عن المستثمرين قد تأثرتهم يعني عايزين نعرف من حضرتك شح لنا يعني إيه المعوقات التي واجهتكم من خلال هذا الفيروس وأيضاً حجم الأضرار التي وقعت على المولين يعني وأنتم مقلاء لهم وعايزين يعني مصر قبل فيروس كورونا وفكرها سياستها بزيادة إرادتها زيادة حصيلة ضرائب من مصلحة الضرائب المصرية أيضاً تتغير بعد فيروس كورونا فعايزين يعني تشرح لنا إيه هي المعوقات اللي واجهتكم يعني إحنا طبعاً في موسم إقرارات وأكيد مليون في المية كان فيه نهاية للموسم إقرارات وحصل يعني تمديد بالنسبة للفردي لكن أيضاً ما تمش تمديد بالنسبة للشركات ورغم من الشركات يعني مستثمرين قبار وأكيد طبعاً كان فيه إقرار بالنمط إلكتروني فإحنا عايزين يعرف هل كيفين إيه المعوقات وإيه الأضرار اللي وقعت عليكم وإقتراح حضرتك إن إحنا إزاي نتغلب على هذه المعوقات أو الصعوبات بسم الله الرحمن الرحيم وسعدني طبعاً من المنبر بتاع معليك حشان به إن إحنا أول حاجة ننعي شهداء رفح ننعي أنفسنا شهداء رفح والعمليات الإرهابية وننعي شهداء الجيش الأبيض في القطاع الصحي اللي هم إخواتنا وأولادنا موجودين في كافة القطاعات وعايزين نعمل رسالة شكر لمعاري وزير المالية على دكتور محمد مؤيد ورئيس المصلحة على الاتجاه العام اللي هم نهجوه في ظل الأزمة دي الأزمة إحنا عايزين نقول إن إحنا بقت فيه ثقافة النهاردة مختلفة مصر قبل كورونا غير مصر بعد كورونا أي عايزين نحدد دلوقتي ان احنا عايزين كلنا نتجه احنا كلنا قاعدين دلوقتي عشان ننجح المنظومة الضربية في مصر عايزين كل اعضاء المنظومة الضربية او اللي لهم عامل اساسي في المنظومة الضربية من اول المحاسب المالي في الشركات من اول المحاسب القانوني من اول مأمور الضرايب من اول اللي غاية اكبر راس في وزارة المالية اللي هي في الآخر منوط لها أنها تحقق 80% من 60% لـ 80% من إرادات الخاصة بالحصيلة أو الإرادة العام للدولة إرادة مصلحة ضرائب تحديداً من 70% من 70% بالضبط كده تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً معنى كده أن مصلحة ضرائب المصرية إذا كانت ضريبة الدك أو ضريبة قيمة مضافة هي تجيب على الأقل سلسي حصيلة الدولة المصرية وباقي إرادات الدولة من بطرول بنوك جميع خلالة سويس أو غيرها فبيجيب السلس التقريباً شهادة الشكر دي مش كمان للمجتمع الضريبي بس ده كمان للزملاء اللي هم جنود المحاسبين القانونيين اللي هو النهاردة إحنا بنتكلم عن مجتمع تقريباً محاسبي في مصر اللي هو من بين المحاسب الصغير من أول بتاعه اللي هو يحمل دبلوم تجارة إلى اللي بيحمل مجسير ودكتوراه إحنا بنتكلم عن مجتمع محاسبي ما يقلش عن مليون شخص بيخدموا هذه المنظومة إحنا الحقيقة كنا عايزين يبقى فيه دور قوي لحيئة أو للمصلحة في أن هي تستجيب لكل النداءات اللي كانت عايزة تأجل تلاتين أربعة لغاية تلاتين خمسة أو تلاتين ستة كل معظم الدول في الخارج أجلت الإقراءات الضربية لشهر أو لشهرين إحنا كان فيه استجابة من معالي الوزير استجابة في الفردي في تلاتين واحد وتلاتين تلاتة استجاب لغاية ستتاشر أربعة كان نفسنا كلنا كمجتمع محاسبي أو مجتمع ضريبي كان إنه إحنا يدونا الفرصة أو يدو الفرصة للشركات في ظل الظروف اللي إحنا فيها ظل الظروف إن فيه حظر في ظل الظروف النهاردة إن الشركات النهاردة عشان تعمل تعمل الإداعات أو المبالغ اللي هي في الآخر هتخش الدولة لازم عن طريق البنوك البنوك لو حضرتك أكيد على دراية بإلي بيحصل في البنوك النهاردة البنوك كل الناس قعدة قدام البنوك بيخش ياخد دور بعد ثلاث أربع ساعات يعني إذن معزلة لمقاطعة معالي يعني إذن أأخذ من حديثك رسالة أولى يعني موجهة لمعالي وزير المالية وهو من المؤكد سمعنا ومجهة أيضا لسيادة رئيس مصلحة الدرايب المصرية أستاذ المحترم رضا عبقادر وهو يعني الرسالة موجهة السادة المحاسبون اللي هم وقلاء وأمناء عن السادة المستثمرين أو السادة المولين بيقولوا يعني قطر خيركم أنتوا استجابتم بالنسبة للنشاط الفردي في ظروف انتشار وباء فيروس كورونا وأنت عارفين كويس جدا يعني الصعوبات سواء اللي قبلت بالنسبة للمول أو المستثمر أو أيضا المحاسب القانوني وأيضا المجهود الكبير اللي آمد به مصلحة الدرايب ويعني كل الشكر لكل العاملين داخل منظومة مصلحة الدرايب أنها تقدر تحقق هذه الحصيلة في هذه الظروف الصعبة وبالتالي الرسالة موجهة لكم الشركات يعني لا تقل أهمية أيضا عن المشروعات الصغيرة أو المتوسطة إن كنتم قد دعمتم يعني المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو دعمتم الأنشطة الفردية فإذن يعني أيضا الرسالة موجهة إليكم ونحن متأكدين أنها سوف تطلقي يعني أو تلقى بالنسبة لفقامة الرئيس السيسي بالنسبة لمجلس الوزراء المحترم دكتور مصطفى مدبولي وأيضا معالي وزير المالية وأيضا يعني رئيس المصلحة أنه يعني الرسالة موجهة إليهم ونحن يعني في صدد نتمنى أن تكون هذه الرسالة يعني طلقى ترحاب ويتم يعني تمديد الإقرار الضريبي أيضا لنعم أيضا للسادة يعني بالنسبة للشركات بالنسبة لرسالة السادة المحاسبين أستاذ محمد يعني طبعا معليك أيضا نرحب بك في هذا البرنامج الاقتصادي ونحن يعني أنت خبير في الضرائب أيضا وأيضا يعني منوت بجزئتين الجزئية الأولى أنكم أيضا يعني القصة مش قصة الضرائب أو العلاقة فقط ليس بين يعني المحاسب القانوني وبين الدولة المصرية فقط في موضوع الضرائب أيضا هو منوت بيعمل درسات جدوى وبيعمل دراسة مبنية على الاستثمار سواء بالنسبة للمال بالنسبة للوقت الوصول لهدف معين ومحدد يعني حداك عايزين نشوف تصور يعني سواء بالنسبة لرؤية حضرتك في العلاقة إحنا لسه بنقول علاقة شرقاء الدولة المصرية والمحاسب القانوني وأيضا المولى المستثمر في يعني كل ما بزود استثماراتهم كل ما بحل مشاكلهم أو يعني سادى المسؤولين أو الوزراء يعني كل المعوقات بتزيلها كل ما ده يعود أن زيادة المشروعات بتعود على زيادة حصيلة مصلحة الضرايب عايزين نعرف حضرتك إزاي نستثمر ده بصفتك خبير في الضرايب استثمار أمثل من وجهة نظر ساعتك وهل تعتقد أن في الفترة الأخيرة حصل تعديل بالنسبة لمجلس النواب وإقراره لموافقته للمشروع قدمت به الحكومة وتعديل القانون 91 لسنة 2005 بأنه زود بالنسبة لضريبة الدخط من الحكومة قدمت 15 ألف إعفاء ضريبي 7000 بالنسبة للإعفاء الشخصي 22000 ولكن البرلمان كان له رأي آخر وأنه زود 22000 بالنسبة للإعفاء ضريبي وتسع تلاف أيضاً للإعفاء يعني 24000 حد الإعفاء في الشريح الأول عشان نشوف رؤيتك إزاي نستثمر ده إزاي أنت كطرف أو شريك أو خبير يكون شريك فعلياً مش بالكلام لكن بالفعل برؤية يعني هل نقدر نخرج من حضرتك برؤية في هذا صدد؟ إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أولاً كل عام وأنتم بخير بالنسبة للرمضان أعلى الله على الجميع بالخير واليوم والبركات بالنسبة لموضوع الضغائب ومشروع المقدم لمجلس النواب بخاصة بقانون ورفع الإعفاء الخاص أو الشخصي بالنسبة للأفراد لو رجعنا شوية لقانون سنة واحد ثمانين هنلاقي إن كان يعمل شركات الأشخاص غير معاملة شركات الأموال كان يعمل شركات الأشخاص نفس معاملة الفرد الشركة المشاعة الفردية تمام؟ في المعاملة الضريبية جي قانون 2005 فصل خلى الأشخاص خلى الأشخاص أو شركات الأشخاص تتعامل زيها زي شركات المساهمة هل كيان الشركة المساهمة أو شركة الأموال يوازي الكيان الأشخاص؟ طيب وجهة نظر حديثك من إذن الحل إنتا النهاردة يعني من نوع من العدالة الضريبية برضو زي ما بتدي إعفاءات لأفراد لابد أن تنظر إلى شركات الأشخاص بشي قولك بص لشركات الأموال عالميا بيتعامل مع شركات الأموال معاملة خاصة لأنها ذات رأس مال حالي ذات استثمارات كبرى وتشارك دول وحكومات طيب أنا هعتبر نفسي أنا مسؤول يعني أنا وزير مالية أو رئيس مصلحة الضرائب أو رئيس مجلس الوزراء أو مشرح حتى في القانون هحطي نفسي مكان هذا المسؤول وأقول لي سعادتك يعني أنا الوقت هدفي أن أنا أزود حصيرة الضرائب أو أيضا أزود إيرادات الدولة المصرية وأنت تعلم أيضا أن العالم كله يمر بظروف صعبة من خلال انتشار وباء فيروس كورونا وده أثر على كتير من الأنشطة فأنا عايز أزود لكن في نفس الوقت إيه المخرج من وجهة نظر سعادتك وإكتراحك في الحل يعني أنا عايز أمور عملية يعني أنت الوقت مسؤول أنت مشرح أنت في البرلمان أنت رئيس حقومة أنت وزير مالية أنت رئيس مصلح أين كان الحكومة بتأتي المشروع والبرلمان يشرح فأنت حط نفسك مكان لو كنت مكان الناس دي تعمل إيه عشان طلق الرضا للطرف الآخر أنا أعتبر حدك المسؤول والطرف الآخر هو المحاسب أو المول أو المستثمر اكتراح حضرتك إيه اللي ناقص في هذا الوضع وممكن أنت توضح حلول سمعنا الرئيس سمعنا رئيس مجلس الوزراء سمعنا الوزير سمعنا بعض من أعضاء مجلس النواب يعني هايخدوا هذا الإكتراح وإن اعتبروا كأنه مشروع لتعديل قانون اعتبر حضرتك أنا النهاردة بدي إعفاء أوكي بدي إعفاء لفئة وسيب الفئة الأخرى فئة الأخرى هي الأشخاص هي هيها فئة الأفراد يعني هي المشكلة فقط دي نمرة واحد نمرة واحد أنا ما أشجع الأشخاص النهاردة أديهم نفس فكرة إما أخذ الشركات الأشخاص العالية الكبيرة ألزمها إنها تتوفق أوضعها وتصبح شركة مساهدة طيب إيه صورة الإعفاءات اللي أنت كمسؤول عايز تشرحها أنا موافق على الإعفاءات اللي تقال في مشروع الجديد أنا موافق ما بقولش نقضى كويس شي جميل لو وفعت حتى جنيه أنا بتكلم بصورة عامة عن الإعفاءات أنت بتديها للفئة واحدة يعني أنت عايز تقصد أن الرسالة موجهة لصانع القرار بتقول أنا عايز عدالة ضريبية بالنسبة لكافة الفئات اللي موجودة بالزبط يعني ده من وجهة نظر ساعدتك أنك أنت تحتاج فقط لعدالة ضريبية بحيث أن الجزء يبقوا ده كل ما يلجأ حاليا في الشركات الأشخاص أنت بتشجعهم حاليا أنهم يفق ويبدأ كيان فردي فبالتالي أنت كدولة هتخسر حصيلة هتمتع بإعفاء دي نمرة واحد نمرة اتنين هتمتع بخصم ضريبة لحد السنة اللي فاته المطبق طب ما هو ممكن يبقى بردك وجهة نظره أنا معرفش وجهة نظر مشارع إيه لكن أنا حط نفسي مكانه وقل طب ما أنا وجهة نظري أن أنا بدعم الفقراء الأنشطة الصغيرة والناس اللي هم يعني أصحاب أموال أو رجال الأعمال اللي موجود فبالتالي أنا مش هديهم نفس الامتيازات اللي موجودة لواحد يعني معاشر تلاف جنيه 20 ألف جنيه يدوبك بيحبوا عشان يعمل مشروع صوية أنت شركات الأشخاص صنّفها يصنّفها ازاي؟ أنت عندك شركات الأشخاص واحد واخوه عمل شركة ليه؟ نزل القانون 1981 وابدك كان بيدي كل شريك إعفاء وعباء عائلية فمدا ما يعمل فردي الواحد ويستفيد بعباء عائلية واحدة يقولك عمل شركة وكل شريك يستفيد بعباء عائلية يعني أنت تطالب المسؤولين نقوم بالرسالة لحضرتك المطالبة الإعفاء يكون موحد لا مش مطالب يكون موحد لازم تقنن شركات الأشخاص في حدود معينة تحدد رأس مال لا يقل عن كذا أو ترجع الإعفاء أيضا للشركة يعني حتى كل وقت الفردي يستمتع بإعفاء لكن الشركات أصبحت الإعفاء بالنسبة له من وجهة نظر حضرتك إنه هو تم إلغاء أنا زي ما بشجع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر يبقى لازم أشجع برضو الكبير وأنا عشان أعمل صناعات صغيرة لابد أن يكون عندي صناعات كبيرة لأنها تغذي الصناعات الكبيرة طيب قبل أن نرجع بصدرتك دكتور علاء يعني في هذا الوضع طبعا إحنا لدينا تقرير لكلمة فخامة الرئيس يعني عفتاح السيسي وطبعا هذا التقرير لي أنا بعيده أولا في الحلقة اللي فاتت يعني جمعية المستثمرين طلبت مني وهي أيضا كانت يعني تم الاتفاق أنهم هيبعثوا لنا يعني تقرير من قبل جمعية المستثمرين على أساس أن يعني ما شفوش الخطاب الأخير بشكل مكتمل فاحنا هنروح للرئيس السيسي على أساس الرسالة اللي كانت موجهة من الرئيس فخامة الرئيس المشير عفتاح السيسي لرجال الأعمال والمستثمرين ونرجع يعني بعد ما نشوف بالنسبة لرجال الأعمال ونقول لهم وأنتم بتشاهدونه هذه الرسالة اللي موجودة لأساس الرئيس ونحن معكم وأيضا مع الدولة المصرية نروح لها ونرجع لحضراتكم تاني موسيقى 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 وفي مصنع العلف المطلوب لها كل شيء كل شيء موجود على أن هي زي ما قلت كده حاجة على أرقى مستوى تبقى للمعايير العالمية طب أنا بقوله هو تعالوا تعالوا مش بقى نقول عرضها للاستثمار لا 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 دا احنا خلص نستحدي ونقدر نعمل لكده كب مرة تاني مرة مئة مرة وأنف مرة مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لحضراتكم تاني طبعا يعني هذه الحلقة احنا في الأول وفي الآخر هدفنا واحد هدفنا أن الطرفين في المعادلة كون في نوع من التوازن بين الحقوق اللي موجودة بالنسبة للدولة وإحنا بنناقش إذا كان في قوانين ممكن تعدل مش عيب إذا كان في اقتراحات وهذه الاقتراحات احنا ما بنلزمش بيها الدولة المصرية أو بنلزم بيها صانع القرار لكن بنقول والله هذه الاقتراحات اللي موجودة هي واد الخبراء جبناها لكم وهم وجهت نظرهم يعني أو اقتراحهم واحد اتنين تلاتة والله حدثت لقيت هذا الاقتراح يفيد الدولة المصرية ويزيد من إرادات الدولة ويزيد أيضا من حصيلة مصلحة الدرائب المانع أن يتم هذا التعديل الجزء الآخر إذا كان السادة المحاسبين يعني عليهم أي التزامات فأيضا هذا المنبر الإعلامي يحقق هذا التوازن نحن نرحب بجميع الوزراء في الحقائب الاقتصادية نرحب بمعالي وزير المالية على هذا المنبر الإعلامي نرحب أيضا بكل قيادة داخل مصلحة الدرائب المصرية على رأسهم الأستاذ المحترم أستاذ رضا عبد آدر رئيس مصلحة الدرائب نرجع للمعليك علاء بيه يعني الدولة المصرية أيضا تأثرت بالفيروس كورونا وبعدين صنع القرار أيضا أنت تعلم أن مصلحة الدرائب المصرية لديها جهاز لمقفعة التهرب الضريب وأيضا يعني يعني مش هنقول ما فيش تهرب لا فيه تهرب تهرب واخد أكثر من حاجة تهرب بالنسبة للمولين أو المستثمرين قد يكون لهم مجهة نظر قد هو يشعر من وجهة نظره أنه هو يعني عندما يلتزم بحق الدولة فالدولة المصرية أيضا منوطة بواجباتها نحو المجتمع سواء إذا كانت فيه مشاكل في الاستثمار بالنسبة للمولين أن تقف معهم وتزيل هذه المعوقات أو إذا كانت يعني هناك مرافق يعني يحس المجتمع أنا أقول يعني كأنه أنا مكان وأنا أقول وجهة النظر الأخرى عشان يبقى فيه عدالة في النقوبية بشكل يعني نحد من حجم التهرب الضريب أنا مش موافق على التهرب الضريب لكن أنا عايز أحد من التهرب الضريب عشان تحد وإنت صانع قرار لازم تحط نفسك مكانه هو عشان يتهرب فيه حجم الاتنين لإما مصلحة الضريب المصرية عندها وحدة إعلام وعندها هيئة كبيرة للإعلام إما الإعلانات اللي بتنزل يعني داخل مصلحة الضريب لم تصل للمولين بشكل يعني حقيقي أو صح يعني هناك ملايين تم انفقها يعني في موسم الإقرارات نحن لسنا ضد أن يبقى فيه أموال تنفق على إعلانات يعني نحن مع أن فيه أموال تنفق للإعلانات لكن الإعلانات اللي موجودة مش أنا اللي أحددها أنا النهاردة في حيات أنا منبر إعلامي لمع مصلحة الضريب ولا ضد مصلحة الضريب لمع المحاسب أو المستثمر ولا ضد المحاسب والمستثمر لكن مع الطرفين أن هذا له حق وعليه واجب وأيضا الدولة لا حق وعليها واجب هل تعتقد أن الرسالة الإعلامية لمصلحة الضريب رغم أنها أنفقت في كل الصحف يعني ملايين أنفقت في الأهرام في الأخبار في المصر اليوم في المسا في الجمهورية في اليوم السابع يعني بالنصف صفحة هل الرسالة لم تصل إليكم بالشكل الأكمل والأمثل وإذا كانت الرسالة ديت يعني مش عيب أن نحن نقول لمصلحة أن الرسالة موصلتش للممول أو المستثمر أو لم تصل للمحاسب القانوني لأن لو فيه تهرب يبقى أكيد مليون في المية أن الرسالة لم تخاطب وجدان هذا الشخص فإيه يعني اقتراح حضرتك في هذا الصدد هل أنت يعني الرسالة وصلتك أولا يعني أتمنى أن أكون مخطئ هل الرسالة الإعلامية لمصلحة الدرائب لوزارة المالية قد وصلت إليكم إذا كانت وصلت إليكم لماذا هناك تهرب ضريب طيب أنا بس هاخد يعني إحنا عندنا ثلاث موضوع الموضوع الأول أنه يعني مصر بقت قاطرة التقرير اللي حضرتك جبته لمعالي المشير السيسي اللي هو زعيم العالم الآن بيشير إلى حاجة مهمة جدا أن إحنا فعلا الدراسات كلها الخارجية بتقول أن مصر عشرين تلاتين هتبقى سادة اقتصاديات في العالم وده تأكيد تام الحمد لله إحنا عندنا بنية كل الدراسات بتقول أن البنية الأساسية اللي احنا اللي اتعملت في خلال السنتين اللي فاتوا دول بنية أساسية جيدة سواء من البنية الأساسية في الزراعة البنية الأساسية في الطرق البنية الأساسية في التكنولوجي وما إحنا عندنا النهاردة بنية أساسية تجعل المستثمر أنا برد بس على تقرير جيد حضرتك حطيته بشكل ممتاز عرضته على الشعب المصري أن نحنا النهاردة بصدد أن نحنا لازم كل الناس تتكاتف أن نحنا عشرين ثلاثين إحنا القوة الستة في العالم بإذن الله دي كل المؤشرات وكل التقارير وكل الدراسات العالمية تمام بتقولي الكلام ده ده أول نقطة لازم أرد بس على التقرير الأول للسيد الرئيس التقرير الثاني اللي هو معالي محمد بي كان بيتكلم في موضوع يعني لازم أرد برضو عشان يعني متخصصين يعني أبناء مهنة واحدة يعني هم متخصصين في الجزياد بس هو عايزين نوضح حاجة إن احنا في قوانين مش مرتبطة بالدرائب بس في قوانين مرتبطة بالاستثمار أنا النهاردة لما بقول قانون 159 لساعة 81 قانون شركات المساهمة هو بيتكلم عن الشركات المساهمة والذات المسؤولية محدودة دي لها فلسفة فلسفة إن الناس بتحط فلوس عشان في الآخر نعمل كيان كبير ويبقى انفصال الإدارة عن كذا القصة اللي حررتك كل الناس تعلمها لكن احنا عندنا لازم نبص برضو على الاتجاهات العالمية في حاجة اسمها اللي هو الفاميلي بيزنس الفاميلي بيزنس ده هو اللي بيقود يعني أوروبا كلها تقود الفاميلي بيزنس تلاقي بيزنس من سنة 1841 شغال لغاية عشرين احنا شوفناه في عشرين تسعة عشر عايزة أقول لحررتك الفاميلي بيزنس ده هو اللي بيعتمد على الشركات الأشخاص وخلي بال حررتك هو شركات الأشخاص يعني هي شركات مظلومة بين الشركات الكبيرة وبين الشركات الفردية بس احنا عايزين نقول ان ماهنا لازم أطور ابني في الآخر لازم عوده يروح يعوم لكن انا لو فضلت مخليه جنبي هو مش هيعرف وما انا لازم لازم أطور في المنظومة بتاعة الشركات الأشخاص انها توصل لبقى شركات عالمية وده فعلا برا بيوصلوهم لكده وما عايز اقول له حررتك القصة بتاعت ان احنا نرجع بالشركات الأشخاص لان كان فيه فلسفة في قانون 2005 في الموضوع ده واتواحد وستهين الساعة 2005 ان احنا الشركات بصفة عما سواء شركات أشخاص او شركات أموال تبقى كلها تحت منظومة واحدة اللي هي الشركات الاعتبارية والشركات والفردي دوت اللي هو اللي احنا النهاردة طلع بيه قانون والنهاردة القانون اللي هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيعالج الموضوع دوت انت عالج الموضوع وانت خش تحت احنا عايزين برضو الوعي يعني انا حضرتك احنا علينا وعي ان احنا نوصل للمستثمر انت ينفع تروح فين ينفع تبقى فردي طب هل الوعي يعني انت شايفه يعني من نسبة ضرائب ضرائب عندها ده أنا لسه هرد بقى لسه هرد على الوعي هل الوعي فقط من قبلنا احنا يعني كاعلام هل احنا منقصرين في الجزء الوعي احنا الوقت الوعي احنا بنحاول قد رسطاع يعني النهاردة في هذا البرنامج بنجيب الخبراء وايضا الباب مفتوح قدام السادة وزراء الحقابة الاقتصادية او سادة رؤساء الهيئات الايرادية التي يببت منوطة في زيادة ايرادات الدولة المصرية سواء ضرائب او غيرها بنوق بورصة اي مؤسسة من المؤسسات اللي موجودة انا بكلم على جزئية محددة على الرسالة يعني على حضرتك انت وجهت نظرك الرسالة المفروض تكون ازاي يعني بالنسبة للدرائب هل الدرائب انت بتطالب النهاردة بالدرائب ان يعني الرسالة الاعلامية تخاطب وجدانكم بشكل غير كده هل انت تطالب ان يكونوا مشاركين في برنامج اقتصاد زي ده ويكون صانع القرار مع خبراء الضرائب بحيث نحدد قليلة التطوير سوى تكون ماشى في اي اطار يعني شايفها ازاي شامبي احنا نيجي بقى للمشكلة الوعي للمؤسسة اللي هي خاصة اللي هي الضرائب مصلحة الضرائب تمام تعي تعي ان هي عندها مشكلة اي وهم النهاردة حطين بيحطوا سياسات ضربية جديدة النهاردة هم بيقولوا هنعمل هيئة مستقلة عشان تبقى بعيدة عشان تبقى بعيدة عن وزارة المالية والهيئة دية تبقى زي هيئة هادفة للربح تعايز النهاردة ما هو سخلي بالك في منظومات نجحت جدا في مصر احنا عندنا بنية اساسية جيدة في التعليم عندنا بنية اساسية جيدة في النظام المصرفي عندنا بنية اساسية جيدة في النظام الزراعي البنية الاساسية موجودة بس كيفية إدارتها ناخد من الكلام لمحمد بيه ناخد تكميلة للجزء اللي موجود ايه اللي من وجهة نظر حضرتك تكمل بيها الاتجاه ده يعني ايه اللي حضرتك شايفه ان نقدر نحد من التهرب الضريبي وده حق موجود للدولة المصرية لكن حق ايضا ان اكيد الرسالة مش وصلة صح او مرسومة بشكل يعني تحتاج لخبراء في التخصص اللي موجود ده عشان ينفذوا بقالية تتناسب مع نفسية الانسان سواء اذا كان يعني يقدم اقراره بمنطقة الزقية او ان هو متهربش فاقتراح حضرتك في الاستاذة ده ايه بالنسبة لبعض النقطة كانت فيها بس مع الشامبي علاء بيه سوري ان الشركات اللي بره عن العائلية هي شركات limited company يعني جزء من اموال وتبقى معظمها يمتلك حقول مترول في السيستم منظام مختلف عن الدول الشركة العاصرة طب ما تقول لنا حضرتك ايه اقتراح حضرتك ان احنا نطور من الجزء ده ونحطه في الوضع الصحيح قنن شركات الاشخاص وحط لها limit زي ما انت حضرت limit لشركات المساهمة يعني انت المشكلة ان هو يحط لك limit عشان ما يرفع رأس المال يخش في مشاريع كبرى طب انا هفترض ان انا يعني مقتنع بهذا limited طب دور حضرتك انت ايه يعني انا كهيئة يعني انا كمصلحة ضرائع انا كوزير مالية اكيد مليون في المية اقدم مشروع درسه وشايف من وجهة نظري انا ان انا ماشي في الاتجاز صح هنا الرؤية اللي موجودة اقتراح حضرتك للتطوير ما انت حضرك الوقت بتتعاون معايا ما انت لو وقع عليك ضرر بتقول انا وقع علي ضرر لو انت التعديلات اللي موجودة او في حاجة معينة انت شايف انا مقولش ان انت بتقوله غلط لكن انت شايف انه ممكن يكون افضل تطويرا بشكل معين انا مقولش غلط انا مقولش اي شيء او انقض اي شيء موجود بالنسبة للقانون انا نازل قدام مجلس النواب انا بقول اضافة اي فكر النهاردة انا عايز زي ساتر رئيس قال على المسارع السماكين الموجودة فاضح احواد موجودة كان يك موجودة مفيش عمل طب يبقى لعيب من الدولة المصرية واللعيب منين انا مبدورش على لعيب انا بدور على الحل ايه الحل حل ازاي ايه الحل انا لو النهاردة هل هيقدر شخص او فرد مش ايه فردية يروح يستثمت في حد لا طبعا ليه القدرة المالية مش كافية انما لو اشترك كذا واحد ما عندهمش القدرة يعملوا او ما عندهمش الفكر او الثقافة عن الشركة المسارع طب الرئيس بيقول لك هو بيقول لك هو انا عندي استثمارات ايه وجهة نظرك في هذه المشاركة الموجودة النهاردة ما يشارك اثنين تلاتة اربعة شركات اشخاص مش هتمتع بقى ايه اعفاء هيروح يعني انت عايز هيشارك بكاذا يعني معاليك عايز تقول ان الدولة المصرية تحاول انها اضافة الى القانون المقدم الى مجلس النواب مراجعة ايه مش هقول اضافة ولكن مراجعة والنظر الى شركات الاشخاص ايه ان شركات الاشخاص مش هتبقى مفيدة بالاقتصاد المصر المارضة ايه طب دكتور على الوقت بالنسبة اتجاه الدولة على الميكانة وانتم قدمتم بالنسبة للمحزمين القانون بالنسبة للشركات يعني اقرار الالكتروني والالكتروني هل حضرتك الاقرار الالكتروني يعني بالنسبة لكم هذا النظام يعني ادنتوه بشكل يعني يعني بدون اي مشاكل هل السيستم اللي موجود هل فيه رؤية معينة التطوير لنظام الميكانة مساعد بها الدولة المصرية ونكون شركاء حققين في هذا الاتجاه هو حضرتك البنية الاساسية للميكانة في الهيئة فيها مشاكل غير عادية بس احنا عايزين نقول برضو احنا مع ايه ايه مشاكل عشان نطورها عشان نتلافها يعني حضرتك هو النهاردة لازم احنا النهاردة ناس بنبص على التكنولوجي التكنولوجي النهاردة عشان حد يعمل تكنولوجي جيد لازم يبقى فيه ناس بتعمل تكنيكل سابورت لازم يبقى فيه ناس اونلاين مع الناس عشان تحل مشاكلها كل المجتمعات كده حتى المؤتمرات بقت اونلاين النهاردة النهاردة ما بقاش فيه حد يقعد مع بعض احنا بنعمل لسه كنا طلعين من مجتمع الجريمة الالكترونية من ساعة لما كلمت حردك فيه النهاردة كل الدول العربية قاعدين بيتكلموا في الجريمة الالكترونية النهاردة لازم يبقى فيه بنية اساسية جيدة لازم وتبعياتها يعني ما ينفعش النهاردة ان انا اعمل برنامج وفي الاخر البرنامج المحاسبي او برنامج المالي او الاصلاح دوت ما ينفعش ما يبقاش فيه كل العوامل بتاعته عوامل النجاح احنا ما كانش عندنا عوامل نجاح بالنسبة للمنظومة الضربية في الاكرارات الضربية الاكرارات الضربية كان السيستم بيقع المحاسبين كلهم معالي محمد بيكلمني المحاسبين كلهم كان السيستم بيقع بيقع واحنا شغالين المحاسبين للشركات ما قدرواش يخلصوا الاكرارات من 30 ال40% ما قدرواش يعملوا اكراراتهم في 30 اربعة لازم معالي الوزير ورئيس المصلحة يطلع يقول حلها ايه الناس اللي ما قدرتش ديت والناس اللي كان عندهم احنا يا جماعة في كارسة النهاردة 30 وال40% دول اللي هما ما دفعوش ضريبة احنا حركة هتعمل لهم هتحبسهم هتحبس 40% من المجتمع الضريبي ولا انت حركة لازم تدور على حلول احنا لازم ندور على حلول في خلال الفترة دية طيب ناخد حديث حديثنا ننتقل لأستاذ محمد يعني نكمل بردك نفس الوضع بالنسبة للميكان كنت عايزة تكلم بالنسبة لخصوص الاعلان والاضطار والضريب ما هو حديثك بالنسبة لل هو دكتور بس اكمل نقطة لعلاء به دكتور علاء يعني اصار جزئية مهمة جدا بين الاساسها للتكنولوجيا بالنسبة للسيستم يعني الدرايب لديها قطاع كبير وقوي في التكنولوجيا وهو قطاع الحاسب الآل وايضا لديه من المفترض انه لديه ادارات مركزية للعلاقات العامة والاعلام وايضا لديه في مكتب سيادته وحدة اعلام فهنا مهضور الدورين دور الاولاني بنسبة للنمط التكنولوجي والنمط للعلاقات العامة والاعلام في التواصل وتنفيذ السياسات اللي موجود عشان تطمئن على الحصيلة اللي جات راحت في وضعها ولا فيه مشاكل ومعقوات اثناء تقديم الاقرار الضريبي هي تزيلها بحيث ان هذا الايراد او هذه الحصيلة حرمت منها مصلحة ضرائب وايضا قد يعاقف فيها الموض حيث انه هتأخر عن تقديم اقراره في الموعد المنوط او المحدد وجد نظر حديثك ايه سواء في ده او في التهرب ضريبي انه مرة واحد بالنسبة للتهرب الضريبي انا بكمل على كلامه مش طبعا كلام ممتاز ومعقول جدا ولكن بديف كلمة واحدة الثقة الثقة الضريبية الثقة بين الممول ومعمورية الضرائب باننا 30 سنة بتكلم على الثقة الضريبية معذرة دكتور هل ليست هناك حاليا ثقة متبادلة بين مصلحة الضرائب وبينكم لا هل تكلم على الثقة يعني ما فيش ثقة طب وجد نظر حديثك ايسا ينعيد الثقة يعني انا مسؤول في الضرائب النهاردة وبقول لحضرتك انا بحط نفسي مكان وبقول لحضرتك طب حضرتك احنا ما فيش ثقة بين المصلحة يعني كل واحد ما بقول كده ما هو نفس الوضع يقول لك انت بتقدم اقرارك الضريبي انت بتصدقوش بدون مصدقية ماشي لكن هنا الثقة ازاي حضرتك تعود ايه اللي خلاني اقدم اقرار انت متصدقوش ايوة حضرتك ايه ايه انا بكلم على وجهة النظر حضرتك انت ليه متصدقوش انا مسدقوش ايه اقتراح انت اللي بتشتكي من عدم الثقة حضرتك ايه وجه ايش يا فاندي ما انت بتقول الثقة اذا بكمل بقول لك سبب التهرب الضريبي الثقة طيب حضرتك كيف كيف تعود الثقة من وجهة نظر حضرتك ارجع ليه فلسفة قانون 91 ساعة يعني حضرتك ارجع لفلسفة ايه طب ما نعرف المشاهد الكريم ايه الفلسفة اللي انت شايف فلسفة فلسفة القانون 2005 تختلف عن اي قانون ضرايب صدر قبل هذا هي اعتمدت على حاجة واحدة تسد الفجوة ما بين الممولين وبين مصدر طب نسدها ازاي اتسدد طب ما خلاص اصبح فيه فجوة يعني انت عايز نرجع تاني للخلف ايه سبب وجود الفجوة مرة اخرى ايه انا لازم ادرس انا عشان اخد قرار لازم ادرس طب ما تقول يا فندم انت اقول لصانع القرار النهاردة في الفجوة اللي بينك وبينه يعني النهاردة هما سامعيننا حضرتك كان المفروض يبقى فيه مسؤول عندنا عشان يرد وبرتك لو فيه مسؤول لو حق الرد سواء بالنسبة لمصلحة الدرائب او وزارة المالية انها لا حق الرد في زي ما تفاتم عشان احنا جايين مش منمسك خطأ ونسكت هنممسكش خطأ احنا عايزين ايه لنجاح لنجاح يا فندم انا بسألك اقول ايه فجوة يعني او اقترح حضرتك عادة الثقة عادة الثقة النهاردة انت النهاردة فيه مادة فيه قانون الفين وخمسة كانت بتتكلم على ان على المأمور ان يثبت عكس ما تقدم في الاقراء ايه تمام هذا انتهى ايه انتهى من عام الفين وتناشر ايه تمام واصبح المأمور يبدأ يلقي بالحسابات النظامية على جانب ويجي يقولك نتحاسب مزافي يعني بالنسبة للشركات والبنسبة للحركة كله كل حتى الشركات تقدير المفروض ان في الشركات بتقدم اقرارك الضريب يا دكتور علاء مع انك انت كمان بتقدم موازنة صح ولا لا ميزانية ميزانية كم بالضبط فيه افراد الموازنة الموازنة اللي هي منطة بالنسبة للدولة الموازنية هي الدولة اللي هي المحافظة الحكومية عفوا والميزانية يحضر الميزانية اللي ساعتك انت بتقرأ طب انت هنا بتطالب مصلحة الدرائب ان هذه الصقة انه هو ياخد بكلامك مسلم طب ما لو خذت بالكلام مسلم لا ما ياخدش بكلامه مسلم وكل من قدم خطاء ما ياخدش بكلامه مسلم نفذ القانون انت النهاردة ما تديش تيجي تقول انا مقدم لك اقرار ودفع فيه ضريبة مثلا عشر طلاف مئة ألف جنيه وتيجي تقول لأ احنا طبعا يعني تقريبا يعني الحلقة بتجري وانتو احنا عزين معكم محتاج حلقات كتيرة جدا لان احنا مع خبراء وموسوعة ويمنا راحتكم وراحت المولين او المستثمرين بتوعكم وايضا يمنا كمان ان هذه الحلقة تعود على الدولة المصرية واذا كان مش عيب ان الواحد يخطئ لكن العيب انه هو ما يستحعش الخطأ اي قيادة في العالم بيبقى عندها معارضة بناءة عشان يتم بالنسبة لك يكون في اقتراحات الفرق بين المعارضة البناء والمعارضة الهدامة ان المعارضة البناءة يكون الناس لها فكر والله يا شل فهي بتقترح هذا الفكر على المسؤول والمسؤول ما نوط ان هو يدرس ياخد به او يقول لنا هو صح او انتو صح ده موضوع محتاج حلقات في الجزئية دي احنا عايزين كلمة اخيرة من دكتور علاء قبل ما نقتم هذه الحلقة وكلمة اخيرة يعني فدئية واحدة بس دكتور علاء احنا عايزين ايه الرسالة اللي انت عايز الرسالة ان احنا في الاخر احنا عايزين الحصيلة تتحقق بس الحصيلة تتحقق ما تتحققش على حساب المستثمرين والممولين عايزين الحصيلة تتحقق ويحصل فعلا ان يبقى فيها النمو زي الاهداف اللي هي محطوطة في الموازنة العامة للدولة بس يبقى معروف ان احنا في الاخر احنا ده الممول والمستثمر ده مهمة اوي ان هو دوة اللي كل سنة هيجيب لي حصيلة ما يبقاش فيه اللي هو الخروج او التهرب زي ما حضرتك اشرت ان يبقى فيه تهرب من الضرائب 40% 40% من الاقتصاد الغير رسمي تمام احنا مش عارفين ان يدخلوا ازاي ما عندناش فكر يعني انا عايز حد ييجي يحط فكر تمام يقول اللي 40% اللي احنا بنقول 500 مليار جنيه موجودين في بيتدولوا مع الشعب المصري واحنا مش عارفين ندخلهم في المنظومة النهاردة ابتدينا ندخل منظومة زي المنظومة المصرفية عشان تبتدي تسيطر على القصة داية منتاز طيب برده بنرجع سيد محمد ايه الرسالة اللي عايز تخرج منها وايه اقتراح ساعدتك يعني في يعني والله وضع مختصر يعني لا يزيد عن دقيقة والهدف الاساسي من الوجود انا هنا شخصيا مع طبعا الزميد البشر عليها وسياتك طيب نحن نحن نقل برسالة او باقتراح احنا مكملين بعض ايه نحن عايزين نكتمل مع بعض ايه انا بقول كذا وسياتك وكذا ننصل في النهاية ان احنا عايزين الهدف الاساسي بتاعنا كلنا واحد وده لازم نتطفق عليه لانا بقول ان فيه خطأ ولا بقول ان فيه نقل انا بقول فيه فعل عايزين نعمل كذا مشروع سيد الرئيس الاحوال السباكية ده دي فكر ممكن نعمله ننفذه اطرح اسهم بدلا ما يمتلكها واحد وديها لشركة ادارة زي الفنادق هاشتعب طب احنا انا مستعد حضلك حط ايدي في ايه تساعتك وخلينا جاهة لفخامة رئيس سيسي انا مستعد اشارك حضرتك واستعزيني اشارك ازاي اشارك بشكل عملي وانا بالنسبة الكلام اخر يعني اعايز حداك الوقتي النهاردة نعم انا مشاركتي بالنسبة لهذا المشروع سيد الرئيس اعمل دراسة كافية واضحة ومعلنة المستثمرين يخشوا ايوه وبالشرط يكون مستثمر كبير طيب مستثمر الزهاج طبعا يعني الحلقة تقريبا يعني معزرة طبعا يعني دا هاماتنا وانتهت تمام الرسالة الاخيرة اللي عايز اخرج منها ان بالفعل يعني بالنسبة لبرنامج بسمار وناس في الحلقة السابقة كان لئي بدور وكان سريع وعندنا السعداد ان نشارك جمعية المستثمرين والغرف التجارية وايضا المحاسمين والمستثمرين في المشروعات اللي بتعملها الدولة المصرية وايضا كان هناك اتفاق يعني خفي بيني وبين رجال اعمال سودانيين ورجال اعمال في دولة السعودية الشقيقة بحيث ان احنا نعمل نفذ مشروعات بالفعل في الدولة المصرية ونشارك الدولة المصرية وندعم فقامة الرئيس فتاح السيسي بشكل عملي وايضا نحن اتفقنا على دعم الدولة السودانية وانا في نهاية هذه الحلقة اطالب فقامة الرئيس والدولة المصرية انها تدعم العالقين في السودان مش عارفين يوصلوا بالنسبة لدولة السودان دعم عملي بحيث انهم ما عندهمش امكانيات بالنسبة للعزل احنا عندنا امكانيات لهذا العزل لذلك يعني اتمنى تكون هذه الرسالة بدعم حقيقي زي ما احنا عايزين سودان تشارك مصر ايضا عايزين مصر تشارك السودان بشكل عملي شكرا جزيلا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم الخبيل الصادي والاعلامي شام سالم مقدم برنامج الاسمار والناس شكرا جزيلا